بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم مرة ثانية في محاضرة من محاضرات الموضوعات المتقدمة في اللافقريات وهي سلسة محاضرات موجهة إلى طلبة الدراسات العليا فرع الحيوان الماجستير قسم علوم الحياة كلية العلوم جامعة بغداد المحاضرة لهذه اليوم هي عن Contribution of Invertebrates to Agriculture وهي المحاضرة الرابعة اتمنى ان اكون موفقا في طرحها اللافقريات او انواع اللافقريات بشكل عام هي تكون سائدة في الشبكات الغذائية في الفود ويبس وفي بعض الاحيان ايضا تكون سائدة بين ما يسمى مهندسية النظام البيئي هي عنواع من الحيوانات تقوم بهندسة النظام البيئي وسنأتي إلى ذلك لاشرح هذا المصطلح لاحقا في هذا المصطلح المحاضرة المواع اللافقرية تلعب دورا رئيسيا في الامن الغذائي من خلال طبعا هندستها للبيئة الزراعية ومن خلال تداخلها في الشبكات الغذائية الغالبية الغالبية العضوة من اللافقريات التي تقوم بهذه الأدوار هي من المفصليات مفصليات الأرجل وخاصة الحشرات وأيضا الأنريدة اللي هي الديدان الحلقية والنيماتودة اللي هي الديدان الخيطية من منظور بيئي صرف تلعب هذه الحيوانات أدوارا مهمة في شبكات الغذاء وعلى النحو التالي أما يكونون من المستهلكين الأساسيين primary consumers اللي هم عادة ما يكونون من الأكلات العشاب أو higher order consumers اللي هم المراتب الأعلى في الشبكة الغذائية اللي هم predators اللي هم المفترسات وأشبه الطفيريات أو يكونون ذات علاقات تبادل منفعة مثل pollinators أو يكونون طفليات للنباتات أو الفقريات أو اللافقريات أو يكونون من الرميات الذين يقومون بعملية تحليل المواد العضوية وحركة الطاقة والمغذيات إلى داخل النظام البيئي في هذه المحاضرة في هذه المحاضرة سنركز على ثلاثة مجموعات رئيسية يعني سننصنف اللافقريات إلى ثلاثة مجموعات رئيسية تعمل بشكل إيجابي في الزراع وهي كالآتي أول شيء أولاً اللافقريات أو لافقريات التربة ثنياً اللافقريات المكافحة البيولوجية أو عوامل المكافحة البيولوجية بولجيكال كونترول أيجينتس بي سي اي وأخيراً الملقحات البولينيترز نأتي إلى السويل الانفرتبرييسي للافقريات التربة هذه تعتبر هذه اللافقريات مكوناً مهماً للغاية في التنوع البيولوجي في البيئة الزراعية وتحدد إلى حد كبير هيكل الوظائف البيئية الطبيعية طبعاً تشمل مجموعات عديدة منها النيماتودة الأوريباتيدة والكولومبيلة والدايبترة والهامينوبترة والآيبترة والمايرابودة والآيزوبودة والأركندة والكوليوبترة والموليسكة والأوليغوكيتة أوكي هذه هي اللافقريات هذه هي اللافقريات والمقصود بها اللافقريات التربة هي جزء لا يتأجزة من النظم البيئية الزراعية وهي عناصر فاعلة ومهمة ورئيسية في الحفاظ على صحة التربة ووظائف النظم البيئية وإنتاجها طبعاً هذه المجموعة من الأنواع والكائنات قادر على دعم عمليات التربة المهمة ووجودها الضرورية للحفاظ على التربة المنتجة الصحية ووجودها أيضاً ضروري في مواجهة الظروف البيئية المتغيرة يمكن تصنيف هذه اللافقريات والمقصود بها اللافقريات التربة حسب الحجم والوظائف والعمليات التي تقوم بها تتميز هذه يعني يمكن تقسيمها ثلاثة مجموعات رئيسية حسب حجم الجسم فهي أما أن تكون اللافقريات الكبيرة اللي هي الماكرو انفرت بريتس أو يسموها الماكرو فونة اللي هي طولها يتراوح أو يكون طول الجسم أكثر من 2 مليمتر النوع الثاني هو اللافقريات المتوسطة أو يسموها الميزو انفرت بريتس أو الميزوفونة والتي يتراوح طول جسمها بين 0.2 إلى 2 مليم وأخيراً اللافقريات الدقيقة أو يسموها المايكرو فونة أو المايكرو انفرت بريتس وهي الحيوانات الدقيقة واللافقريات الدقيقة الذي يصل طول جسمها أقل من 0.2 مليم يصل طول جسمها إلى أقل من 2 مليم الآن إلى هذا النمط من التصنيف هو التصنيف الوظيفي لللافقريات في التربة وقبل أن نصنف يجب أن نصنف تصنيفاً وظيفياً يجب أن نعرف أن اللافقريات في التربة يمكن أن تشارك بشكل كبير في العديد من المهام والوظائف المهمة ضمن النظام البيئي بما في ذلك التحلل ودورة المغذيات في الطبيعة وصيانات الخصاص الفيزيائية والكيميائية للتربة ويمكن تحديد مجموعة المجموعة الوظيفية يمكن أن تسمى مجموعة وظيفية ما معنى ماذا نقصد بالفنكشنال هو عبارة عن مجموعة من الأنواع التي لها تأثيرات متمافلة على عملية بايو كيميائية عيوية على مستوى النظام البيئي أوكي وبما أننا ما زلنا نتحدث عن الفنكشن فالفنكشن الوظائف التي تقوم بها هذه الكائنات الحية في التربة تعتمد إلى حد كبير على كفاءة أنظمتها الهضمية طبعا الأنظمة الهضمية هنا تعتمد في حد ذاتها على تفاعلات الكائنات الحية هذه مع الكائنات الحية الدقيقة في التربة مثل البكتيرية وأيضا تعتمد الوظائف التي تقوم بها هذه الكائنات الحية على على وفرة البيوجينيك ستراكتشر على حدوث أو على ما توفره من الهياكل الحيوية التي تنتجها في التربة طبعا هذه ما يسمى بالبيوجينيك ستراكتشر البنية الحيوية نصح التعبير البيوجينيك ستراكتشر هي بنية فيزيائية ذات أصل بيولوجي مثالها هو تلال النمل الأبيض أو ما تلقيه دودة الأرض هو ما يسمى بالأيرث وارم كاست اللي هي ترمايت مونتز أو الأيرث وارم كاست أحد الأمثلة على البيوجينيك ستراكتشر هو الترمايت مونتز أو هي تلال النمل الأبيض وهذه هي صورة تلال النمل الأبيض تتكون هذه الترمايت مونتز من خليط من التربة ولعاب النمل الأبيض والبراز والبراز يعني والروث وعلى الرغم من أن هذا التل يبدو صلبا أن الهيكل في الداخل يكون مسامي بشكل يعني ربما لا يصدق تمتلك جدرانه بفتحات صغيرة تسمح للهواء الخارجي بالدخول وتختلق الهيكل بأكمله ويمكن مراحظة الصورة في هذه الشريحة مثال عن البيوجينيك ستراكتشر الذي تنتجه اللافقريات فيها التربة المثال الآخر عن البيوجينيك ستراكتشر هو الأيرث وورم كاست الأيرث وورم كاست وهو إفراز تفرزه ديدان الأرض ويمكن أن نسميه قوالب دودة الأرض أو معرفه باسم القوالب ماتيريالز أز كاست يعني هذه تعرف بالقوالب الديدان الأرض يمكن طبعا أن تضعها في التربة حيث تضيف إلى خليط أو سطح التربة وعادة ما يتم ترسيب هذه القوالب السطحي بوسط ديدان الأرض التي تشكل الجحور العمودية إذن هذا أيضا الكاستنج هو إفراز من ديدان الأرض وهي عبارة عن مواد تفرزها دودة الأرض ويمكن أن تكون لها أهمية للتربة اعتمادا على معيارين two criteria التي هي كفاءة الأنظمة الهضمية لللافقريات ووجود أو وفرة الهياكل الحيوية التي تنتجها في التربة يمكن تميزها إلى ثلاثة مجموعات وظيفية من اللافقريات three functional category or functional group of invertebrates can be distinguished على اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على the efficiency of their digestive system and the occurrence and abundance of the biogenic structure اعتمادا على كفاءة الأنظمة الهضمية وعلى وفرة الهياكل الحيوية التي تنتجها في التربة المجموعة الأولى هي micro predators وتقع ضمن هذه المجموعة الظغر اللافقريات بما في ذلك الديدان الخيطية النيماتودة هذه المجموعة لا تنتج الهياكل الحيوية لا تنتج ويتمثل دورها الرئيسي في التربة بتحفيز ما يسمى بالتحفيز ما يسمى المنراليزيشن يقوم بتحفيز تمعدن المواد العضوية في التربة عن طريق انتشار او تفشي الكائنات الحية الدقيقة داخل شبكات التغذية الدقيقة في التربة معناها تقوم بالبراينج تتغذى على الكائنات الدقيقة في داخل التربة ويمكن بذلك لهذه البراينج يمكن انه تساعد في تفشي وبالتالي تساعد في تحفيز تمعدن المواد العضوية المجموعة الثانية هي المجموعة الثانية وهي نستطيع ان نترجمها لها محول المواد العضوية او بين قوسين محول القمامة بعض اعضاء او بعض افراد الميزو الميزو او الميزوفوني في طبقة فضلات الاوراق العليا يشاركون في عملية تحلل فضلات النباتات او الاوراق النباتية من خلال عملية التكسير او التفتيت والهضم ويعتمجون بذلك على كائنات الحية الدقيقة في عملية الهضم وذلك باستخدام استراتيجية استراتيجية الرومن الخارجية بشكل رئيسي اللي هي شون استراتيجية الكرش الخارجية رومينانت مثل فكرة الحيوانات المجترات بالنسبة ولكنها عملية تحدث في الخارج تعمل حبيبات البيراز كحاضينات يعني كحاضينات ويعيدون امتصاصها بعد فترة من الحضان الاستفاد من المركبات العضوية القابلة الامتصاصة التي تم اطلاقها وربما ايضا الكتلة الحيوية المايكروبية المتراكمة وبذلك تساهم في عملية شنو؟ في عملية تكسير وهضم الفضلات بمساعدة الكائنات الحية الدقيقة وذلك باستخدام استراتيجية الرومينانت باستخدام استراتيجية الكرش الخارجية باستخدام حبيبات البيراز المتخمرة التي يمكن ان تستفاد من عندها وهكذا تتم عملية يعني التخلص من او هضم الطبقة الخارجية كما هنا تلاحظون هذه الطبقة الخارجية التي تحتوي على كمية من الاوراق او في بعض الاحيان النباتات السطحية هذه الحيوانات تساعد في عملية هضمها وتحويلها الى مركبات اخرى طبعا هذه الترانسفورمر هذه الترانسفورمر بإمكانها ان تنتج هياكل في بيئة التربة في بيئة التربة في بيئة التربة litter soil environment في هذه البيئة التي تحتوي على اولاق النباتات والتي تكون في الغالب عضوية بعض محاولات الترانسفورمر يمكن ان تغير المواد من حالة مادية الى اخرى بالاضافة الى انها يمكن ان تقوم ببعض انشطة هندسة النظم البيئية للتربة على سبيل المثال الدبلوبودة اللي هي من البيتس ثنائي مزدوجة الارجل تقوم بهضم فضلات الاوراق وتنتج حبيبات البراز ذات التركيب والخصائص الفيزيائية التي تختلف عن النباتات عن نفايات النباتات التي ابتلعتها سابقا وهي بذلك تقوم بتغيير خصائص المواد الفيزيائية في الطبيعة عن طريق هضم هذه الاوراق وتغيير مكوناتها ايكو سيستم انجينير او ما يسمى بهندسه النظام البيل ايكو سيستم انجينير هي مجموعة وظيفية تتضمن كائنات لا فقرية حية تنتج هياكل فيزيائية عضوية اه فيها بعض المعادن الصلبة يمكن في من خلالها تعديل اه ليش يسموه هي مهندسه البيئة يمكن ان تحدل اه توافر او امكانية الوصول الى المواد المائية والغذائية او المكانية الكائنات الحية الاخرى فاذا هي تهندس البيئة بطريقة المعينة بحيث يمكن للكائنات الحية الوصول للمواد المائية والغذائية والمكانية لكائنات حية اخرى طبعا تشمل هذه ديدان الارض والنمل والنمل الابيض وعدد قليل من الحيوانات الاخرى التي يمكنها حفل التربة وانتاتوا اجموعة متنوعة من الهياكل الهياكل التي تحدثنا عنها سابقا والتي لها خصائص فيزيائية وكيميائية مختلفة عن التربة المحيطة يعني تكون يمكنها حفل التربة بحيث تكون لهذه التربة التي حفرتها يمكن ان تكون بيئة مختلفة لها خصائص فيزيائية وكيميائية مختلفة عن التربة البعيطة بها ويمكن لانشطتها وانتاج الهياكل الحيوية ان تعدل يمكن لهذه التربة الجديدة او الذات المواصفات الجديدة ان تعدل وفرة الكائنات الحية الاخرى وبالتالي تراكم هذه الهياكل التي انتجتها المهندسون النظام البيئة بمجال وظيفة التربة وامثل على هذه السفير زيحنا نسميها اللي هي مثل ما نقول اللي هي فتبية او فتغلاف جديد ما يسمى الادريلوسفير الذي تكونه دودة الارض او التيرماتوسفير الذي تكونه النمل الابيض او ما يسمى بالماريمو ايكوسفير الذي تكونه النمل فاذا هنالك هذه المهندسون يقومون بتغيير التكسشر للتربة بشكل معين بحيث تتغير صفاتها الكيميائية والفيسيائية وبالتالي يكون الحيوانات الاخرى يمكن ان تستفادوا عندها وتصل الى المراد المائية والغذائية والمكانية الكائنات الحية الاخرى بشكل اخر نأتي الان الى البالجيكال كونترول ايجنت البي سي اي طبعا اول شيء يجب ان نعرف ماذا يعني المكافحة الحياتية يعني المكافحة الحياتية هي استخدام الاعداء الطبيعيين لآفة معينة وذلك للحد منها وذلك لتقليل عدد الآفة طبعا البالجيكال كونترول ايجنت اللي هي خلينا نقول عوامل المكافحة الحياتية توجد بشكل عام في النظم البيئية الزراعية وحولها حيث تغذى على الآفات ويمكن ان تقلل اعدادها يمكن اعتبار الآفات عموما شاملة لجميع الانواع يعني يمكن ان تكون اللافقريات نفسها آفة يمكن ان تكون الفقريات ايضا حيوانات الفقرية هي آفة ويمكن اعتبار الاعشاب الضارة اللي هي تنتمي الى النباتات ايضا ضارة او آفة والامراض ايضا تعتبر آفة فاذا طبعا جميع هذه الآفات عموما تسبب ضرر المصالح البشرية زيان البي سي ايز او البيورجيكال كونترول ايجنت اذا هي كل تلك الانواع التي تعتبر اعداد طبيعية للآفات هذه اللي احنا ذكرناها قبل شوية وهي تشمل اللافقريات يعني ايضا البيورجيكال كونترول ايجنت هي تشمل اللافقريات والفقريات وبعض الكائنات الدقيقة واحنا اليوم في هذه المحاضرة هناخذ فقط اللافقريات باعتبار انه احنا مختصين بهذا المجال الاذا اللافقريات بشكل عام يعني البي سي ايز من اللافقريات البيورجيكال كونترول ايجنت من اللافقريات يمكن ان تكون مفترسات بريديترز او اشباه طفيليات باراسي تويدز ويمكن ان تكون يعني disease of arthropod بيست ويمكن ان تكون امراض آفات المفصليات ويمكن ان تكون الهيلبيورس التي تتغذى على الاعشاب الضارة يمكن ان تكون العاشبات او الاكلات الاعشاب التي تتغذى على آفات الاعشاب الضارة اول نوع من البرجيكال كونترول ايجنت هم البرديترز المفترسات جميع اصناف ورتب مفصلية الارجل تقريبا هي انواع يمكن ان تكون انواع ذات انواع ذات انماط حياة مفترسة يعني هي مفترسة في طبيعاتها بعضها او معظمها افوا وتهي من مفصلية الارجل على هذه المجموعة داخل وحول نظام المحاصيل المستدامة طبعا هذه الحيوانات المفترسة تستهلك في بعض الاحيان اكثر من عنصر يعني اكثر من براي ايتم او بالحقيقة مني براي ايتم يعني يمكن ان تأكل او تفترس حتى يمكن لها ان تتكاثر المجاميع الحيوانية لا فقرية مثل اكاري الاركنيدي الاوبلينز المايس سبايدر المعظم انواع الحشرات الاودونات الدراقون فلاي والهيميبترا والنيوروبترا والكوليوبترا والدايوبترا والهايمينوبترا يمكن ان تحتوي ضمن هذه ضمنها على بريديتر سبيشيز وهي انواع مفترسة ذات اهمية رئيسية في نظم الزراعة المستدامة بالاضافة الى اهمية البريديتر في ازابالجيكال ازبايو انديكيتر اذا تتذكرون في المحاضرة السابقة وذلك بسبب قابليتها على مراكمة بعض العناصر من خلال افتراسها ل الفرائس نأتي الان الى البراسيتويدز البراسيتويدز حادثة ما تكون حشرة تعيش ذكراتها كطفيليات في نهاية المطاف تقتل مظيفة على سبيل المثال احد انواع الزنابير اه يعني يمكن ان يقوم بيضع يرقات يرقات في مظيف معين وبالتالي هذا ال يرقات استطيعك عن من المطاف تعتبر انواع حياة متخصصة لحد معين. وهي شائعة فقط في رتب الحشرات الثنائية الأجنحة والهايمينوبترا والدايبترا والهايمينوبترا. هذه التي تضع الإناث الطفيلية بيضة واحدة وأكثر فيه أو على فرد مظيف معين. ونتيجة لذلك عادة ما يختلف فرد هذا المظيف أثناء تطوره. وهذه العلاقة تسمى بالبراسي تويز وهي ليست علاقة تطفل يعني لا يمكن أن تكون ريل براسايت. وكما أسلفنا يعني بما أنه الهوست يقتل أثناء نمو البراسي تويد فلا يمكن اعتبار هذه الأنواع من الطفليات. على الرغم من أنه يجب عليهم التغلب على دفاعات المظيف يعني يجب على هذه البراسي تويز التغلب على دفاعات المظيف. وأيضا يمكن لها أن تكون علاقة فيزيولوجية وبيولوجية وكيميائية معينة. وبنفس الطريقة التي يتفاعل معها الطفلي مع مظيفه. ولكن كقاعدة عامة تخصص البراسي تويز يكون في عدد خليل من المظائف. ويرتبط تاريخ حياة بعض الأنواع من البراسي تويز ارتباطا وذيغا بتاريخ المظيف. على الرغم أن بعض الأنواع يعني يمكن أن تكون عامة وليست من الخصصة إلى حد ما. وهذه البراسي تويز يمكن أن تكون أيضا يعني يمكن استخدامها كبيولوجيكال كونترول ايجينس. نأتي إلى الديزيز ذات أكت أز بيولوجيكال كونترول ايجينس. طبعا هنا هذا الموضوع شوية بنوع من الفلسفة. تنطبق العديد من النقاط المتعلقة بالبروجيكال كونترول ايجينس. اللي هي أيضا على الأمراض. حيث مثلا عسين مثال نيماتودة. نيماتودة اللي هي يعني طفائلية من الطفائليات الحقيقية التي لا يمكن لها أن تقتل مظيفها كما هو الحال في البراسي تويدز. هذه الديدان الخيطية يمكن ممرضة في بعضها حين هناك ديدان خيطية ممرضة للحشرات. بعضها يمكن استخدامها في المكافحة البايولوجية. بعضها يمكن استخدامها كبولوجيكال كونترول ايجينس. بعضها مثل أنواع مثلا الاستيني رينيماتدي والهيتيرو را بتدي. يمكن أن تستخدم هذه الديدان الخيطية كمنتجات بارجيكال كونترول ايجينس. حيث يتم يعني هذه الديدان الخيطية يمكن عملها كسسبنشن أوف يعني سسبنشن. ويمكن اطلاقها بشكل رذاض او منقوع على مثل المبيدات الميكروب. مثل المبيدات الميكروب على اعداء العقيقية. فتستخدم هذه يمكن تستخدم هذه يعني عوام الممرضة للحشرات يمكن تستخدم كبارجيكال كونترول ايجينس. يعني يمكن ايضا اخذها بنظر الاعتبار عند المكافحة البايولوجية. اخيرا سنتكلم عن البايولوجيكال كونترول أوف ويدز وذ انفرتبريتز. يعني هو عبارة عن المكافحة البايولوجية للأعشاب باستخدام بعض نواع الانفرتبريتز. وطبعا مفصليات الأرجل التقليدية هي يعني يمكن ان تكون يعني عاكي للأعشاب الضارة. من بين هذه اللافقريات يعني جميعها هي الحشرات. يمكن ان تكون افضل نوع من انواع البايولوجيكال كونترول التي هي ايجينس التي تستخدم ضد العشاب الضارة. اهمها الخنافس خاصة الكرايسوميليدي والكوركيو لونيدي او ما يسمون بالخنافس الكرايسوميليدي او الخنافس الورقية. يتم استخدامها كبارجيكال كونترول ايجينس ضد العشاب الضارة واي حشار الحشرات التي يمكن تكون حشارات الاكلة للعشاب. يمكن ان تستخدم كبارجيكال كونترول للويدز او العشاب والحشاش الضارة. ايضا سنتكلم الان عن البولينيترز وهو الجزء الاخير من محاضرتنا لهذا اليوم الملقحات. هذا الموضوع معروف وبسيط يعني طبعا اول شي لازم نعرف ما هو الملقح. الملقح هو عامل حيوي ناقل ينقل حبوب اللقاح من زهرة الى اخرى لتحقيق الاخصاب وانتاج البدور. وطبعا خدمات التلقيح بواسط الحيوانات وخاصة الحشرات تعد من واحدة من اكثر العمليات انتشارا واهمية. والتي تقوم بمناء المجتمعات البيئية من مناظر طبيعية وزراعية وانتاج يعني الفودز. ما يقدر بستين تسعين بالمئة من النباتات الزهرية في العالم تعتمد على الحشرات في التلقيح. وهذا تضمن عدد كبير من النواع النباتية المهم اقتصاديا طبعا. كان التلقيح يعني الكروب المحاصيل وما زال يتم بواسطة الملقحات البرية التي تنتشر في الموائل وشبه الموائل الطبيعية وشبه الطبيعية القريبة من حقول المحاصيل. طبعا خدمة التلقيح هذه هي مجانية. وبالتالي فهي لم تحظى إلا بقدر قليل وضعي من اهتمامه في الإدارة الزراعية. في حالة نقص الملقحات البرية والحاجة للتلقيح إضافي كما هو الحال في العديد من أنظمة الإنتاج الزراعي المكثف. يمكن للمزارعين شراء واستيجار نحل العسل الأبس ميليفيرة أو بعض النحل الطنان أو نحل أوراق نبات البريسم ونحل النواع النحل يمكن استيجارها أو شراءها من أجل تلقيح محاصيلهم الزراعية. في النهاية هذا كان استعراض لأهم اللافقريات التي يمكن أن تستخدم في الزراعة وهذه من المحاضرات بشكل بسيط ومختصر وأتمنى أن أكون قد وفقت في طرحها. والسلام عليكم ورحمة الله.